السلام عليكم اهلا بكم معكم محمد علي و اهلا بكم مع فيديو كديد في الفيديو بتاع النهاردة هيكون الدرس التالت من شرح فوتوشوب في الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن الفرش هناخد الفرش بتفصيل ممل ونشرحها واحدة واحدة وتشوف كل انواع الفرش اللي الفوتوشوب بيدعمها. طبعا الفوتوشوب بيدعم كمية كبيرة جدا من الفرش وطبعا بوضعيات كمان فيها يعني كل فرشة لها بدأة الكتير جدا تديك متعة كده في الشغل وتديك روعة في الاداة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الشرح. اول حاجة هنجيب صفحة بيضة خالص نبدأ عليها عشان نشوف الفرش. البداية طبعا هتكون باهم فرشة فيهم دي انا بعتبرها الخاص بالفرش لانها اعظم فرشة فيهم سواء كان اسلوبها سواء كان ادائها في كل حاجة مميزة جدا. البراش تول اختصارها حرف طبعا عشان تكون فاهم زي ما قلنا قبل كده ان السهم الصغير اللي موجود هنا ده بيدل على وجود خيارات تانية جوها كل خيار يعني كل بند من البنود اللي في الجنب دي السهم الصغير اللي جنبه ده لو تكت عليها بتكة طويلة كده يظهر لك حاجات تانية او لو سحبت بكده تلاقي برضو الحاجات اللي جوها تظهر لي. طيب. فوق كمان هنا عشان تكون كل فاهم ان ده شريط خيارات او شريط الادوات الخاصة بكل اداء. يعني انا اختبت الشريط تشتغل معها بالشكل ده. اختبت اداء تانية الشريط تتغير. كل اداء ده دي البنود او الخصائص الخاصة بالاداة تظهر فوق في الشريط اللي فوق ده. كل ما بدلت فيها تشتغل بالطريقة دي. طيب لو اختنا البراش طول وبدأنا نعمل دلوقتي عملت خط بالشكل ده. عشان تكبر او تصغر الاول في البداية لو ظهر معاك. المؤشر بالشكل ده كده على شكل كده انت كل ما عليك انك هتدوسه على عشان يتحول لشكل دايرة. طيب عشان تكبر وتصغر الاداة معاك تلات حلول. اول حاجة الدلو الجيم بتكبر وتصغر اي حاجة انت شغل بقى في الفوتو شو. يعني حرف الدل بيكبر بالشكل ده وحرف الجيم بيصغر بالشكل ده. او تظهر لك الخيارات اللي هي وتحت هنا في انواع الفرش. وطبعا المربع اللي انت شايفه ده المربع الحبار بالشكل ده في اخر فرش انت قمت باستخدامها. دلوقتي انت بدأت تشتغل كده حطيت نقطة ظهر معاك بالشكل ده كده. دوس كده ظهر نقطة بالشكل ده. طبعا ممكن تشد بالشكل ده كده زي ما انت شاهد. طيب. لو دست كليك يمين وطبعا انت كده عرفت الصيز هيعمل لك ايه? كده حجم حجم الخط كبر او الصمك كبر. طبعا الادات دي بتستطيع بنخلالها انك ترسم رسم حر بطوارية مميزة جدا. انا عايز اغير لون دلوقتي اللي برسم بي وعايز ارجع للبداية. دلوقتي اعايز اظهر مسلا هنا وهي اظهر هنا الكالر او اللون. كل ما عليك فعله وحيط اتكلمنا فعب لكده انك بتروح لقيمة ويندو منها بتظهر كالر عايز كالر تظهر اظهرها بالشكل ده وهي اسحبها هنا. وهي عايز اظهر هستري. هختار برضو قيمة الهستري. واسحبها هنا بالشكل ده وليكن مش عايز قيمة دي خلاص. ظهر معايا الثلاث قوائم بالشكل ده. مسلا هختار اللون ده وهبدأ ان انا اشتغل به. زي ما احنا شايفين بدأ الرسم بالشكل ده ومن هستري ممكن ارجع للبداية خالص. طيب انا رسمت بالشكل ده ممكن بقى انك ترسم وتصغر وترسم وتعمل كل حاجة. طيب لو حكمت في او الحدة وخليتها مسلا على صفر عشان تكون واضحة معاك خلاص يبتعمل ايه? بتحس ان الخط اصبح ناعم بالشكل ده او اصبح يعني شبه وموه كده. طيب بتحكم فيها طبعا بالطريقة وبالدرجة اللي انت عايز. طيب عندك هنا كمية كبيرة جدا من الفرش ممكن تغير فيها وتبدل زي ما انت عايز. لو نزلت كده بالفرش تحت بالماوس كده طبعا ده من كليك يمين. واختلت مسلا فرش تاني وبدأت انك ترسم تلاقي الشكل بتغير ترسم بالشكل وبالطريقة اللي انت عايزة زي ما انا بعمل كده. طيب الموضوع ما تصل على فرش بس. لا الموضوع مش فرش بس. الموضوع فيه كمان اشكال حلوة جدا ومميزة جدا. لو رجعنا تاني للبداية. طبعا فوق هنا زي ما تكلمنا ان فيها الخيارات الخاصة بالشروب. طيب. خيار كمان لازم تكون فهموا اللي هو. خيار كمان لازم تكون فهموا اللي هو ده يعني الوضوح او الشفافية بمعنى. الوقت هي عالمية. لو جبنا مسلا فيه تانية عملنا كليك يمين ورجعنا للبرش اللي هو يكون نشغلين عليها وشدنا خط كده. الخط واضح معك جدا بالشكل ده طيب. لو خفينا شوية بالشكل ده كده. وبدأنا نعمل ان ان الخط بيطلع شفاف بالشكل ده. طيب هنا الفلور. لو خفينا الفلور بالشكل ده كده. بص على بداية الخط عامل ازاي? طبعا الخيارات دي كلها انت عندك مسلا ده اللي هو النعومة. لو رجعتنا البداية الوقت هي على عشر. لو خليتها عالمية وعملت كده. شايف انت تحس اصلا ان الموز بترسم معي تقيلة يعني بمعنى دك انا مش مش الموز بتحرك معي ببطء عشان الخط يطلع ناعم ما يطلعش فيه حدة. يعني لو انا رجعتنا البداية وخليت دي صفر بالشكل ده. طبعا الخيارات دي كلها انت قادر انك تبدل فيها زي ما انت عايز كل خيار يظهر لك. يعني شايف انت الخيار ده. تبتل بقى انك تجرب وتشوف. كده بالشكل ده. يدير سن فوق الشكل بس. يعني لو عملت كده. وهيرسن فوق بس الابيض مش هيجي ناحيته خالص. طبعا الفرش في ايبداعات كدير جدا ممكن تبدل فيه المود ده كله وتبتل انك تجرب كده بالشكل ده شايف كده. لو من الخلفية اللي ورا الاخضر بس. طبعا الفرش دي قادر انك تبدل فيها وتجرب زي ما انت عايز وتشوف الخيارات دي كلها بحيس انك تعلم وتشوف انت عحبه وتشتغل به. الموضوع مش مقتصر على كده بس الموضوع ممكن كمان تضيف فرش للبراش طول او لاي فرشة موجودة على الفوتوشوب. لو دست هنا كده على المربع ده هتلاقي كمية كبيرة جدا من الفرش اكتر من اللي احنا شفناه. يعني لو دورت هنا في كمية كبيرة جدا ضخمة جدا من الفرش الحلوة المميزة ومش موضوع مش فرش بس الموضوع كمان على اشكال يعني اصلا شكل زي ده كده. طبعا ممكن بقى نكبر شوية بحيس تكون واضحة معانا. وبعدنا نرسم بها نلاقي بالشكل ده. شايف انت الوردة لما حكمت في الخيارات اللي فوق بقى شكل اعمل ازاي? لو جي من اللون ده كده وبعدنا نعمل كده. كده احلى. طيب ممكن بقى تعمل كده. وطبعا لو بدلت كمان في الخيارات اللي فوق دي هتظهر لك اشكال اسهل للرسومات. بمعنى يعني لو خدت مسلا الخيار الاول ده وعملت خط بالشكل ده ظهر معاك الخط ده. طبعا انت ما تشفهم خط ده بعمل لك ايه? كويس? طيب امسك البراش كده وابدأ اشتغل. اظن فهانت الخط ده بعمل لك ايه? بعمل لك رسمة متمثلة مظبوطة بتزلط بالشكل ده. طبعا ممكن تجرب حاجة تانية او خط تاني. خط تعمل بالشكل ده كده. بس. ده بيساعد عليك الرسومات جدا وهو بيخليك ترسم الرسمة بابعاد مظبوطة وبكل سهولة بدون اي مشاكل. طبعا في اشكال كتير جدا بتكون قادرة انك تزبطها. بتحكم اول في الشكل في الشكل اللي انت عايزه تزبطه. وبعد كرة تدوس انتر بعد كاتب تبدأ ترسم. تمام? بكل سهولة بتكون قادرة ترسم الرسومات اللي انت عايزها بالطريقة اللي حبيبها بكل سهولة. لو رجعنا بعد الخيار اللي بعد منها بعد وروحنا للبنسلطول. البنسلطول دي عبارة عن الالم. الالم بيزهر معاك بالشكل ده. وطبعا ليه اشكال برضو بتكون قادرة تستعمل في كل الحاجات اللي انت استعملتها. يعني كل الاغلب الحاجات اللي موجودة بس يديك اشكال مختلفة شوية عن شكل البراش. الالم ده بتكون يتحدى فيه مختلفة تماما عن البراش. انت مش هتتخطي بالبراش هتلاقي خطة للمستوي. مع الالم بيطلع بالشكل ده. بس انت ممكن تستخدمه في تحديد حاجة في تصليل حاجة. بيكون ليه شغل كتير برض. دلوقتي لو روحنا بقى الادات التالتة معانا وهي الكلور بليس من تو. لو فتحنا دلوقتي وروحنا عليها. هلاقيها ظهر معانا بالشكل ده. عشان تاخد اي لون تلون بيه في مكان تاني بكل اللي بتعمل لك بتدوس على الت. ومن الاطارة بتختار اللون اللي انت عايزه بتاك اتموس واحدة وبعدك هتبدأ انك تلون انت لقيها بتاخد نفس اللون ده وتشتغل بيه في اي مكان تاني انت حبه. بالشكل ده. يعني بتاخد اللون ده تتلون بيه في حتة تانية يظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. ده بيكون دور الاادات المميزة دي. وطبعا بتكون برضو قادر انك تبدل في الخيارات اللي فوق دي. بحيز انك تعادل شوية في الشغل بتاعك. ودلوقتي معانا الفرشة الرابعة اللي هي الميكسر براش طول. المكسر براش طول دي مميزة جدا انها تموه اي حاجة وتبدأ انها تدويها. بمعنى اضبك لو كبرنا شوية كده. مسلا البوق ده احنا عايزين نداريه بنبتدي انها لننسحب كده. طبعا ده بتستعملها في التنعيم في انك تداري اي حاجة بالشكل ده. طبعا تبتدي تسحب من اللون اللي انت عايزه يسود بالشكل ده كده. وتحرك. مكان ما بتبدأ بيبتدي اللون يمشي معك. دي كمان ممكن تستعملها في تستعملها في التنعيم او افتداري اي عيب مسلا. يعني مسلا عندي الصواب تاعت دي في هنا غرصتين كده انا واخدهم. لو بصنا كده وصغرناها الحجم بالزبط. وابتدينا ان احنا نسحب كده. تداري بها اي عيوب في الصورة وتزبطها بدون اي مشاكل. تبص في الصورة ولا كأن فيها اي مشكلة. ظهرت معاك بالشكل ده. ممكن تعملها طبعا في التجعيد في اي حاجة في الوش مسلا حاجة عايز تداريها مسلا مشكلة. مسلا هنا حتى مسلا اسود كده. تبتداريها بالشكل ده. طيب لو انتقلنا بقى بعد كده للخيار التاني اللي هو. لو طلعنا بقى فوق الفرشة شوية صغيرين كده وبصينا. بالشكل ده كده هنلاقي الازبوط هيلنج براشتول الازبوط هيلنج براشتول دي لازمتها ايه? اول واحدة فيهم كل فايدتها انك تخفي اي حاجة انت عايزها من الصورة بكل سلاسة وبدون اي مشاكل. لو صغرنا كده. مسلا مش عايزين المنطقة دي تبتد انك تظللها بالاسود الشفاف ده كده. وتدي سواني للبرنامج يخفيها بدون اي مشكلة. ويدو مكانة. دي انا بستعملها في ايه? بستعملها لو عندي مسلا خلفية عليها لوجو عليها اي حاجة لو جبنا لسا صورة خلفية مسلا. الخلفية دي مسلا عايز اعمل عليها فيديو مسلا وبتوقعيني مشكلة في كلمة الكتابة دي. كل اللي بعمله ان انا بظلل الكتابة دي كده بس بظلل تصليل كويس. اخفيها خالص كده. وتوقف لحظات بص بتنهي بدون اي مشاكل. انت شايف كده خلفية ضبطت بدون اي مشكلة. طيب لو رحنا بعد اللي بعدها اللي هي الهيلينج براشتول. لو خدنا الهيلينج براشتول وبدأنا نشتغل تديك رسالة خطأ. كل ما تشتغل تديك رسالة خطأ. تعمل ايه? تتكة على زي بصلا كده هتاخد حتة من نقطة معينة هتاخد منها صورة وهتبدأ انك ترسمها في مكان تاني. شايف كده هزارت معاي هنا هي? ممكن ابدأ ان انا احطها هنا كده. وطبعا ممكن اكمل شوية من الشكل زي ما انا عايز بالشكل ده هتكمل في المنطقة اللي انا كنت شغال فيه. عرفت انت كده بتعمل ايه الادة دي? دي مسلا تستعملها لو بتعمل. بس طبعا انت بتعملها كلها على تاكة واحدة. يعني انا كده تاكتين ورا بعد بوسط الصورة مني. طيب لو عملت كنترول زد كنترول زد كده. بص كل اللي بتعملو بتقف كده. تاكة بالموج ما تشلش اصبعك باقي غير لما تخلص الشكل التحديدي دي دي شكل اللي انت عايزه. لو شلت اصبعك في النص التاكيد تاني تبدأ شكل جديد بشتريع دي. على طول. طيب اللي بعد منها اسمها باتش تول. باتش تول يعني ايه? لازم تكون فاهم باتش تول يعني ايه? بمعنى دك كأنك بترقى حتة بمنطقة تانية. انت بقى مش مقتنع بالبرنامج بعمله لك ومش مقتنع بالملء اللي البرنامج بيملاه. يعني لو جيبنا الصورة تانية عشان تكون اوضح. مسلا الصورة دي انا عايز اغير الحتة اللي فوق دي مش عاجبان. كل اللي بتعمله انك بتحدد المنطقة دي كده. طيب انا حددتها. تسحب بقى. تملى من المنطقة تانية. الحتة اللي انت مقتنع بها وعايز تحطها في المكان ده تملى منها. بس دو سنتر. خلاص انت مريد بالشكل ده. انت اللي بتحدد بقى المنطقة اللي انت مسلا اهمنا من الحتة دي كده. هسحب بقى كده مكان مهوقف. هيتم الملء بالطراء اللي انا عايزها بالطريقة اللي انا احب لها. انت اللي بتعمل البتش بمعنى دك وانت اللي بتحدد مكانه. طيب اللي بعد كده اسمها كنت انت اوير موف تول كنت انت اوير موف تول دي ده حلوة جدا ومميزة جدا. ازاي لو راجعنا الصورة دي كده البداية. انا مسلا انا عايز اشيل الكلمة دي. اربعة وعشرين دي هعوز اخلاي خمسة وعشرين مسا. لو حركت كده. خدت نسخة منها وفضلت زي ما هي. وصلت اهي. كل موقف في مكان وحطها اخد نسخة وتفضل هي زي ما هي. دي بتعملها بايه? بتعملها بتكرار الاشكال. انت عايز تكرر شكل معين على استكرار شخصية بالشكل ده. ما اربعة وعشرين دي عايز اشيلها من هنا خالص ومكانها الداوة ما يفضلش ظاهر. هتيجي فوق هنا من الخيالات اللي موجودة تباحها. وبدل ما هي يعني انك تمدتها او انك تكترها. لأ هتخليها موف. وبعد كيها تدى التحرك. هنا كده. بس. خلاص. هي تسيرت من هنا وتحطت هنا واختفى مكانها. والفوتوشوب داوة مكانها بكل سلاسة وبدون اي مشاكل. انت كده اخدتها. انا عايز اخطها من هنا تاني راجعت في كلامي حطها هنا كده. بس خلاص. عندنا بعد كده بقى حاجة اسمها الريد اي تول. الريد اي تول دي بتداوي مشاكل لعين الحمرة. يعني لو انت مصور صورة بفلاش مثلا موبايل او عامل مشكلة مع الفلاش بتلاقي الصورة عينها حمرة. وليكن نستعمل بصورة الهندسة الصغير ده. الصورة دي انت شايف العين هنا عليها حمر. مجرد ما بتختار الريد اي تول دي وتقف على العين. تكة واحدة بالشكل ده كده. بيرجع لون العين للون الاصل بدون اي مشاكل. تمام? طبعا دي بتستعملها مع العيون ومع اي لون احمر انت عايز تزيل. ويعني بمعنى دك اللون الاحمر لانك ده لو انت عايز تدويه. بتدوس عليه دك كواعدة كده بيبتده ان هو يدوي ويرجعه لون الاصلي او يرجعه لأي لون تاني. طيب انا اشتغلت بقى في حتة دلوقتي وبوص الصورة وعايز ارجعها ومش عايز ارجع من لا عايز ارجع حتة معينة من الصورة بس اللي عايز ازبطها. هنا تستعين باداة اسمها يعني بمعنى بتاخد البراش والمكان اللي توقف عليه ترجع الصورة في الاصلة. لو مش هناك كده بالشكل ده كده. كده بيبتده يرجع للصورة. طبعا قدر انك تكبر شوية. طبعا انا مش هياصر على الصورة بيرجع الصورة للاصل. شايف انت كده? بيلمع الصورة ويرجعها لاصلة. لو رأنا بقى العدالة اللي تحت منها واللي هي دي بتبتده انها تموه الصورة بالشكل العجيب ده. يعني لو عملت كده. بتبتده يتموه لك الصورة بالشكل ده وممكن تستعمل معها ترجعتني كل حاجة زي ما هي. طبعا دي تديك اشكال حلوة جدا لو انت عايز تتموه حاجة او تزبطها بالشكل ده كده. كده لبتده تلون اللون بالشكل ده كده. وطبعا كل ما كبرت وصغرت بتديك شكال احلى. الصورة مثلا بالجمال وبالروعة دي ممكن كلك تعمل واناك تعملها بالشكل ده كده. تحولها البلتة من الالوان. طبعا لو كبرت حجم البراش دي شوية وبدأت تشتغل تديك اشكال احلى. كده. ولو صغرت اكتر تديك اشكال واو. ده كان دور طيب لو اعلى بعد كده او بمعنى دك الاستيكة اللي بنمسح بيها. دي لو عملناها بالشكل ده كده وبدأتنا نشتغل بتمسح بالشكل ده كده. طيب عايز تمسح على الخلفية الشفافة بتشيل الافل ده بتمسح لك على الخلفية الشفافة بدون اي مشاكل كده. يبقى كل اللي بتعمله انها بتمسح الصورة. صراحة لبعض دي انا مش عارف اميز دي عن دي يعني مش عارف اميزها عن طيب. لو جينا بقى بعد كده دي بتعمل ايه دي بمعنى دك يعني دي السحرة اللي فيهم اللي بمعنى دك بتحزف اي لون بكل سهول. يعني انا في اللون ده كده بدك كده بيتم حزفه بدون اي مشاكل كده. بتكون اوضح شوية نشتغل عليها لو جينا مثلا على الصورة دي لغم ان اللون درجته مش واحدة بتبتد انها تحزف طبقات من اللون زي ما انت شايف كده. بتحزف درجة كاملة من اللون. انا عايز اجيب صورة عليها لون واحد بس عشان اوريك شغل العداء دي. لو جينا نستعمل اللي هي مع الصورة زي دي كده دوسنا هنا كده خلاص تم حزف الصورة بدون اي مشاكل. يحزف الاسود كله مرة واحدة بتاكد زير. لو جينا بقى بعد كده لحاجة اسمها البلور تول. البلور تول بتعمل ايه? البلور تول دي كل اللي بتعمله انها بتنعم الصورة طريقة حلوة جدا. يعني لو جينا برضو على نفس الثلاث غرز اللي انا واخدتهم من ايام الصيبة دول. وعملنا عليهم كده. راحوا بدون اي مشاكل. طيب. تحت منها دي طبعا بتستعملها في انك تنعم البشرة تزبطها كده تزبط الوش. كيف انت كده? طيب. اللي تحت منها دي هتعمل لك حدة في الصورة. نكون نفس المثال معنا كده لو جينا على الصورة دي كده. وعملنا كده. بدأنا احنا نشتغلت لقيها بتوضحها لك بطريقة مستفزة بتعمل لك حدة كده بالشكل ده كده. وصلت. وطبعا التحتانية خالص. او الخيار التالت ده بيعمل ايه? بيبتلي ان هو هي لغبة الصورة معنا او هيعمل ايه? هنشوف دلوقتي. لو خلينا على كده وبدأنا نشتغل بيبتلي ان هو هي لغبة الصورة بالشكل ده كده. اكبر لك عشان تكون فاهم. ببتلي يموهي الصورة بالشكل ده كده. يعني ده دي كل ما صغرتها وبدأت انك تزبطها بالدوى بها عيوب وبتدوى بها حاجات وبتشتغل بها بطريقة اجمل واحلى. عندنا كمان حاجة عبد ما ننساه في الفرش اللي هي الختامة. الختامة اللي هي بالشكل ده كده. دي بتعمل بها ايه? هنشوف دلوقتي بدون اي مشاق. صورة شكل دي مسلا لو جبنا صورة احسن من دي شوية عندنا مسلا الصورة دي. انا عايز اخد نسخة من البطوط الزغير ده كل اللي بعمله ان انا بدوس على زي ازي اعدات انا تكن عليها من سواني لسه. كده. طبعا لو رجعنا الصورة البداية كل اللي بعمله ان انا باخد نسخة من ده كده وابدأ ان انا ارسمه في مكان تاني بالشكل ده كده. تحط بقى ترسم برضو تتديك شوية من حواليه كده. لو عايز تكرر الحاجة في الصورة وتضبط اي حاجة اتلاها زوجت معاك بالعادات السهلة دي. طيب. طيب لو نزلنا اللي تحت منها اللي هي بتعمل ايه بترين دي? لو جينا كده تلاقيها بتملأ بلون تاني خانص. مش بنفس الصور. شايف انت الالوان دي بتكون قادر انك تبدل فيها وتختار اللي انت عايزة. وطبعا تبدل في الحاجات دي برضو وتبتري انها تتحرك معاك بالشكل دي خطة ما بتختم لك بالشكل ده والتانية بتختم بالاشكال التانية. طيب لو جينا بقى الاداة اللي تحت منها اللي هي اللي على شكل عدس التكبير دي. تمام? طلاح اسمها صعب شوية. اللي هي الدج دودج 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 تول. لو عرفنا عليها كده ويبدأنا دي الاداة تتعمل لي الاداة بتعمل تفتيح للصورة. يعني بمعنى دك الصور دي غمقة شوية. طبعا نشيل العين تاني كمراجعة سريعة. العين 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 هنا كده اهي. بس كده. شيلنا لنا كده الحمارة اللي في العين ده وبعد كده نروح للاداة دي بتعمل تفتيح للصورة. لو صغرنا شوية كده. وانا نشتغل هنا كده. طبعا الشور دي بتعمله في شغل يزبط لك الصورة ويتلاحها لك بطريقة احسن. وطبعا الحاجة دي بتكون زوقية يعني بعد شوية بتلاقي نفسك تعلمت يعني ما تبالغش في عمل حاجة عشان الصورة ما تبصش منك. شايف انت كده? الصورة فتحت بطريقة مبالغ فاق جدا. طيب اللي تحتها اللي هي بتعمل ايه? العكس تماما. دايما كل اداء بتلاقي العكس بتحت احتنا. هتفعل لك الصورة بالشكل ده لو روحنا للهيستوري وجبنا الصورة من البداية خالص. وبدأنا ان احنا نشتغل كده. طبعا الاداة دي هنا عشان صغيرة معا بتبص صورة. بنلاقي الصورة اغمقت بالطريقة دي. طبعا التالتة بتعمل بقده زي تموي في الصورة كده. الجزء اللي بتشيله بتتري تمشي بيه. كده كده. لو جبنا الصورة تانية. مسلا جبنا الصورة دي انت بتقف في المكان ده هتشيل دي هتمشي بها كده. وتمشي بها مع سحبة بالطريقة دي كده. يعني كأن الجزء اللي بتحضره بيكون هو الفرشة اللي بترسم بيه. شايف انت بالشكل ده كده? اهو. مكان ما هتوقف هتبتري داك تسحب. يعني لو صفرنا شوية. طبعا الادوات دي مش مش لازم تستعملها بالحكم الكبير. لأ انت ممكن تستعملها بحكم صغير جدا انت تدوي بيا حاجة. المنطقة دي مسلا كده. كده. اهو. وكد تستعملها في التموين. برضو عايز تخفي السيف اللي بحسن ده ماسكه كده. اهو. عشان المكان اللي انا سحبت منه كمان بالشكل ده كده. ابتري بقى اخذ من السماء الزرق دي كده. ممكن بقى تتكبر شوية. طبعا ادوات في الفوتوشوب كتير جدا وكل اداء لها شغلها وكل اداء لها مميزاتها تكون قادر انك تجرب كل الادوات وتشتغل بيها. ودلوقتي هتمنى ان انا اكون خلصت كل الفرش وشرحتها كلها ويارد تكون فهمت معا الدرس الجميل السهل ده. حاولت ان انا وضح لك كل الفرش ووضح لك لازمتهم بكل سهولة وتكون قادرة انك تشتغل بهم لان الفوتوشوب هو الابداع وهو الشغل هو الاداء. كل ما اشتغلت اكتر وزبطت شغل نفسك في الشغل وتعودت واذا كل ما خايت على الشغل هتلاقي نفسك فهمت شغل كتير جدا وبقيت بمعنى اضاك موهوب في الشغل. دلوقتي وصلنا نهاية الحلقة معلش طولت عليكم شوية كان معكم محمد عليوة وانتظرون ان شاء الله في حلالات جديدة وان شاء الله مش هنتأخر تاني كده في دروس الفوتوشوب لان انتم بتراحة بتوحشوني جدا. شكرا لكم كميعا كان معاكم محمد عليوة.